أهلا بحضراتكم من جديد كلا نشوف حسابات الرسمية على سوشيال ميديا كلمة إزاي عن نادي الأهلي بعد الفوز المقصة وأهم الأخبار الوطن الرياضي وحسابه الرسمي على فيسبوك بيقول انتحاد القرى ينهي الجدل حول هدف محمد شريف الثالث أمام مصر المقصة إمبارح. خلينا أرى لحضراتكم الخبر لأن فيه لغط كبير جدا بخصوص هدف محمد شريف الثالث اللي هو تحسب لمحمد شريف بشكل رسمي قال لك إيه كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد القرى أن لجنة الحكام برئيسة وجيه أحمد أيدت محمود عشور حكم ممارات الأهلي والمقصة في قراره الخاص باحتساب الهدف الثالث للنادي الأهلي لصالح مهاجمه محمد شريف أضاف المصدر للوطن أن لجنة الحكام أقرت بسحة احتساب الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى المقصة لصالح محمد شريف وأوضح المصدر أن الحكم الدولي محمود عشور كتب في تقريره الخاص بممارات الأهلي والمقصة أن الهدف الثالث احتسب لمهاجم النادي الأهلي شريف ومؤكدا أن الكرة افتدت وليست لعب وفقا لفهم الكرة القدم والاحتساب على كرات مماثلة وتابع المصدر لجنة حكام بتحدي الكرة برئيسة وجيه أحمد تواصلت مع محمود عشور عقب ممارات الأهلي والمقصة وأكد لمسؤول اللجنة أنه احتسب الهدف لصالح محمد شريف على أساس أن الأخير سدد الكرة وتصدى لها حارس المقصة محمود حمدي واتدمت في زميله محمد الدسوقي وسكنت شباك الفريق الفيون طيب ممكن البعض يختلف والبعض يتطفق مع الكلام ده لكن الأكيد إيه إن طالما الحكم حسب الهدف لمحمد شريف تقريره فهو خلاص لمحمد شريف يعني مش هيتغير يعني محمد شريف مرح جاب هاتريك كان ممكن كمان يبقى سوبر هاتريك فالموضوع مفيش فيه نقاش خلاص يعني محمد شريف جاب أمبارح هاتريك ممكن ممكن حد يقولك لا أنا مش مقتنع ما دي لعبة جديدة ممكن حد يقولك خلاص ده أكيد الحكم قدرة يعني لكن محمد شريف جاب هاتريك أمبارح ووصل للهدف رقم 15 في صدار الترتيب هدف الدوري مع مين مع أحمد ياسر ريان لعب الأهل المعارد لسراميكا ونتمنى للاثنين كل التوفيق في الحقيقة وكان ممكن كمان يبقى سوبر هاتريك للهدف الاتلاحة الغريب أو مبارح داك خلينا كمان نروح لخبر آخر من خلال الأهرار محسابه من رسمي على تويتر يقول إن الأهل يصرف مكافئات التأهل لنهائي أفريكي يقول له بيبقى تبقى للائحة إحنا دلوقتي في مرحلة يعني ما هيمناش أول موضوع المكافئات إحنا في مرحلة مهمة جدا ندخلين على نهائي دوري أبطال أفريكي اليوم السابع على تويتر بيقوله إن علي لطفي يشارك في مران الأهل غدا قبل الصفر للمغرب لقود نهاية أفريكي وطبعا بنسبة كبيرة حيكون متواجد في التدريبات بكرة وكان عنده إصابة خفيفة جدا وإن شاء الله بإذنها حيكون جاهز وحيأكد جاهزيته من خلال تدريبات بكرة قبل الصفر مباشرة من المغرب علشان يكون داعم للنادي الأهل في مركز حراس المرمى تحسبا لأي الظروف إحنا الحمد لله مطامنين جدا على الشناوي من الأصابات ما فيش أي حاجة تماما وبقى جاهز 100% حتى لو كان يلعب المطشين اللي فاتوا مش جاهز أوي لكن خلاص الشناوي بقى سلين تماما وجاهز للنهائي الأفريكي بإذن الله وتمناله كمان كل التوفيق مع منتخب مصر في أولمبياد توكيو خلينا نروح لحساب ممتدى على تويتر وبيقول إيه تصرحات للكابتن سامي أمصان مدارب النادي الأهلي قال إن بواليا وعلي لطفي جاهزان للنهائي الأفريكي وده اللي احنا بنأكد عليه مع حضراتكم اللي اتنين جاهزين جدا أي لعب فقائمة النادي الأهلي انت بحتاجه حتى لو مش هيلعب انت بتضمنش ظروف إيه اللي ممكن يحصل الأيام اللي جاية التدريبات ظروف المطش نفسه إيه اللي ممكن يحصل هتحتاج لمين واحد زي بواليا ده انت ممكن تحتاجه جدا في مطش زي ده طريق بيلعب بشكل دفاعي منظم ممكن انت تلجأ لتنين مهاجمين زي ما شوفنا كده المطش اللي قبل اللي فات بالنسبة لإنه دي الأهلي أمام مقاولون العرب وكان فيه تكتل دفاع المقاولين فمسلماني شغل دماغه ونزل مهاجم وصحب مدافع ويقدر ان هو يحقق الهدف بالفوض فبالتالي مطش زي كازر تشيفز ممكن يكون مشابه جدا لمباراة المقاولين الله أعلم ممكن نلاقي شكل تاني كازر تشيفز بيلعب بشكل هجومي لكن الأهم يعني ان انت محتاج لكل لعب عندك في القائمة وكله يبقى جاهز بإذن الله عشان تبقى الخيارات كلها متاحة لمسلماني في أهم مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم بكل تأكيد طيب خلينا نروح لخبر آخر من حساب يلا كورة وتصرحات للاعب كازر تشيفز واللي بيقول ان الأهلي يعتبر عقب ونريد وضع النجمة على قومي سنة أما أول نهائي يوصلول في تاريخهم فمعندهم شوالة نجمة عتيش تزام انتم شايفين كده في المقابل الآن لي ما شاء الله لك وتقل بالله عنده تسعة يوصل النجمة لقم عشر لكن هم عندهم طموح مشروع جدا بالفوض باللقب فريق قوي فريق يحترم بالتالي أكيد حيكون عندهم استراتيجية معينة في هذه المباراة انت لازم تكون جاهز لكل السينياريوهات المتوقعة أو المتوقعة حدوثة في مباراة كازر تشيفز تصرحاتها ليها للفترة اللي جاي كتير سواء من لعبي كازر تشيفز المدير الفني كلام من ده تصرحات من قبل المباراة البعض بيحاول يلعب على الجانب النفسية ويبقى شغل نفسي شوية على المنافس والبعض الأخر يتكلم بشكل واقعي شوية بخصوص هذه المباراة ايه هو الشكل الواقعي؟ ان النسب 50-50 ده أمر مؤكد خلال نروح لحساب بطولات على تويتر واللي بيقول لعب كازر تشيفز ده لعب أخر قال ايه؟ مسوه قال ان النهاية أمام الأهلي مباراة حتكون حربا والأهلي سيفاجأ بالفريق الذي سيواجهه لا الأهلي مش هتفاجئ ولا حاجة بالمناسبة فريق كازر تشيفز فريق مبهم شوية ما تعرفلوش فريق كويس فريق وحش فريق قوي فريق ضعيف ما تعرفلوش حاجة لان انتاجه متفاوتة على مدارة بطولة لكن كل اللي نعرفوا ايه؟ ان ده فريق في نهاية دور الأبطال اذا فريق قوي فريق يعرف ياخد البطولة ان شاء الله احنا اللي نكون موفقين ونكون في يومنا ونقدر نتغلب على أقوى فريق أو أصعب فريق ممكن تواجهتها ما حتى قابله في النهاية بقى أصعب فريق فبالتالي هي حرب أو مش حرب ما بحبش ألفوز دي في القورة شوية لكن واضح ان هم بيخلقوا النفسهم دوافع قوية جدا شي حاول لقب الأول اللي هم فيه تاريخ هذا النادي ان شاء الله احنا جاهزين بإذن الله